حديث أكثر حول هذا الموضوع معنا المدير التنفيذي لشركة ميس الوردة في الشركة التقنية لمختبر الألعاب الأردني نور خريس صباح الخير صباح نور سيد نور بداية أين نقف من هذا المجال اليوم يعني الأردن ما أخذ خطوات كثير بعيدة من 2011 بلشت مختبرات الألعاب الأردنية قبلها بسنوات كان في شركات أردنية رائدة عم تبدأ بتشتغل بصناعة الألعاب الإلكترونية فكنا من أوائل الشركات على مستوى العالم بصناعة الألعاب الإلكترونية على الموبايل وعلى مستوى صناعة الإلكترونية في المنطقة العربية الحمد لله إحنا أكثر مصدر اليوم أو منتج للتطبيقات الألعاب على متاجر التطبيقات والناشرين والمطورين الأردنيين هم على قمة مطورين العرب في المنطقة بتزويد محتوى عربي خاص في الألعاب على متاجر التطبيقات أي سنة بدأنا في هذا المجال؟ أول انطلاق لأول شركة أردنية كانت بالألفين وثلاثة ولكن بالألفين ودعش بلش هناك رؤية التنفيذ للرؤية لصاحب الجلالة اللي هي كيف بالألفين ودعش بلشت السمارتفون وكيف ممكن إحنا دول الشباب يكون لهم مستقبل بهالتكنولوجيا اللي كان واضح عليها إنها إلها يعني حيكون صدق كبير فسيدنا الله يطول بعمره بالألفين ودعش أعطى توجيهاته صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية إنه يبدأ يهتم بالشباب فانطلق باختبر الألعاب الأردني واليوم موجود في مناطق مختلفة في المملكة من إربد الزرقة كراك معان بالعقبة وبعمان وعننا باس متنقل وأطلقنا تحدي التطبيقات وبلشت الدورات المجانية والتعليم المجاني من الأعمار من تسعة سنين لا اللي بيحب يتعلم بصناعة الألعاب فعننا شرط كبير واليوم الحمد لله مع الدعم اللي عم بصير إن شاء الله نقدر نشوف نجاح أكبر لشبابنا في متاجر التطبيقات برنامج تحدي التطبيقات خلينا نتكلم عنه بشكل مفصل الأهداف الرؤية المطلوب من هذا البرنامج كل برامجنا نحن في مختبر الألعاب الأردني وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بهدف نبدأ باللي بيسموه بالإنجليزي من الجيل الصغير فتحدي التطبيقات اليوم هو للمدارس منهدف إنه نعلم المدارس بعد ما يتعلموا ويتثقفوا ويجوا بيجوا على مختبرات الألعاب بيطور الاسكلز تاعته مهاراته بتتطور بيتعلم إشي جديد بيصفي هلا هو بيطلق لعبته عنده طريقين الطريق الأول أنه أنا أروح ألوح على مستثمر وانت عارف كل أحد يروح يتطور على مستثمر يقوله شو نجاحك سوفار والشاب يدوبك قدر يطور لعبته وبدو يسوقها حديث عهد بدو بالزبط وبدو يسوقها ويدعمها فبيجي هنا دور الدعم اللي بيطلع من مختبر الألعاب خلال من النافذة اللي هو اليوم تعال بدنا ننطلق إحنا وياك نعطيك فند جرانت تقدر تطلع فيه بلعبتك طيب اسمح لي بالله خلينا يعني نوجه رسالة للناس اليوم لأنه هناك فكرة سائدة عند الكثير من الأشخاص اللي بيقول لك يعني شبابنا لديهم القدرات ليس فقط في هذا المجال أنا ما تكلم بشكل عام شبابنا عندهم القدرات شبابنا عندهم الإمكانيات شبابنا عندهم الأفكار الرائدة والأفكار النادرة والابتكار وما إلى ذلك لكن لا يوجد الدعم الكافي بحيث يطور هذا الشاب المبدع من القدرات والإمكانيات اللي موجودة عنده لذلك يلجأ إلى يعني خليني أتكلم إلى مسارات أخرى يعني بالخروج إلى بعض الدول المجاورة إلى الدول الأوروبية وبهذه الدول تتبنى الفكر الموجود عنده إلى أي مدى يعني صحيح هذا الكلام ما يتعلق في مجال تطوير الألعاب في ظل هذا الدعم الكبير الذي تحدث عنه بدنا نكون إحنا صادقين هنا بالموضوع بس أكد على حكيك بكل المملكة اليوم بغض النظر وينما كان إحنا منروح منعطي دورات ومنتفاعل مع كل الشباب كل مستويات الشباب اليوم قادرة على أنها تنفذ مشاريع وتكون هذه مشاريع ناجحة الآن الدعم خلينا نفصل ما بين كثير إحنا منتقربط أنه فقط الدعم هو دعم مادي الدعم مش فقط مادي هو مادي ودعم تشبيك مع الشركات العالمية خلينا نتكلم عن أهمية إطلاق الدورة الثانية من النافذة التمولية لدعم مطورية العلعاب الإلكترونية من قبل صندوق الملكة أهميتها أنه إحنا اليوم في هذا الشب اللي عنده فكرة لعبة وبدو يكملها عم بياخد دعم مادي من خمس تلاف لعشر تلاف دينار إذا هو كانت شركة يعني ريادية وبعدين عم منعززه بعلاقات مع شركات عالمية عم منسفره على مؤتمرات عالمية هاي شباب هلأ رجعوا من تركيا قبل أسبوعين من الدورة السابقة وقدروا يتعرفوا على شركات عالمية جديدة وهنا بيجي الدعم وهذه قدرة الأردن وقوة الأردن مش فقط بالدعم المادي وهو قدرة الأردن بموقعها الاقتصادي وعلاقاتها مع دول الجوار ومع العالم فالشاب نعم قادر ينتج من الأردن زيه زي بأي مكان تاني ألية التقديم لهذه النافذة والشروط التي يجب أن تتوافر فيها لأشخاص المقدمين للنافذة عضو تكون في مختبر الألعاب الأردنية والعضوية منعرف مجانية 100% لازم يعمرك فوق 18 سنة بتروح على fund.gaminglab.jo بتقدم لازم يكون عندك فكرة وانت شغال عليها وهي تمتلكها انت وفقط وبتمر بلجنة التحكيم أو بلجنة تقييم من شركات ألعاب وشركات تكنولوجيا موجودين خبراء وإذا صار لك نصيب تاخد الدعم من صدوق الملك عبدالله جميل يعني أنا بدي ركز على هاي النقطة الدعم ليس ماديا فقط لا طبعا دعم على كل الجوانب مية بالمية مية بالمية الدعم على كل الجوانب حتشبك مع شركات عنا مؤتمر صانعي الألعاب الإلكترونية المستضيفة كل سنة رجعنا هاي السنة هيكون بشهر منتصف شهره داعش بيجي 500 شخص من حوالين العالم بلتقوا مع الأردنيين من الشباب الأردنيين والعرب وهي فرصة أكبر إنك أنت تعرض منتجك اللي إحنا ساعدناك تسوقه وتطوره لشركات عالمية وتاخد دعم أكبر واستثمارات أكبر إحنا نود أن أشكرك جزيل أشكر ونتمنى التوفيق لكم في صندوق الملك عبدالله الثاني والتوفيق أيضا لجميع شبابنا المبدعين اللي لديهم الأفكار والإمكانيات الكبيرة واللي بحاجة حقيقة للدعم لكي يصلوا إلى مواقع متقدمة إن شاء الله شكرا لك مع المدير التنفيذي لشركة تاميس الوردة الشريك التقني المختبر الألعاب الأردني نور خريس شكرا جزيلة لك وشكرا لك شكرا لك